جزء كولوف ديوتي الجاي رح يكون مودر وورفر 4 و رح يجي معها مودر وورفر 3 و توري ماسترد و رح ينزل على البلاي سليشن 5 في السنة الجاي هي كدكون قد خم سنة لكولوف ديوتي شوف الفيديو لتعرض التفاصيل ساريكو حال شباب معكم شاركيال بشركي كيل جاريكم فيديو جديد طبعا اول شي ادري ذليتكم بها الطائية بس بحلوة وبلايكو بسفور و ما رح لبسها برا طبعا يفكروني شرطة فتحملوني كمان مقطعين ثلاثة و خلاص نبطل نلبسها ففيديو اليوم رح نتكلم عن كولوف ديوتي مودر وورفر 4 اول شي رح اطيكم المعلومات كلها مرة واحدة بعدين نتناقش معها او نتناقش فيها شو معها المهم فعنا معلومات جدا جدا رهيبة عن كولوف ديوتي مودر وورفر 4 اول شي تأكدت تقريبا تسعة وتسعين بالمية انه كولوف ديوتي القادمة مودر وورفر 4 بالمنطق بدون اي تسريبات بعد ما شفتنا فشل اخر لعبتين لانفينيتي وورد كولوف ديوتي غوست و كولوف ديوتي انفينيتي وورفر هالجزئين يعتبروا من افشل جزئين لكولوف ديوتي بتاريخها ولما نشوف انه اللعبتين يلي الالعاب اللي قبل غوست و انفينيتي وورفر لستوديو انفينيتي وورد هنلاقي عندهم اضخم العاب بتاريخ كولوف ديوتي على زمن مودر وورفر كانت العاب مودر وورفر اضخم من البلاك كوفس مودر وورفر 2 و مودر وورفر 3 فالشي طبيعي من المنطق انه حاليا بالذات بهالواقت مع المنافسة الضخمة بين فورتنايت وبين بوب جي ويعني نوعا ما كولوف ديوتي بمكان خطر نوعا ما فالشي طبيعي من المنطق انه ميرجعوا لكولوف ديوتي مودر وورفر 4 طيب انا حكيت لكم راحطيكم التسريبات مشو المنطق فخلنا ندخل بالتسريبات ونشوف انه ليش كولوف ديوتي جاي هي فعلا مودر وورفر 4 اول شي موقع كولوف ديوتي فيه واحد على موقع ريديت اه حاط انه من موقع كولوف ديوتي كان لوقت معين حاطين انه فينك تعمل بري اوردر لكولوف ديوتي مودر وورفر 4 Shalit على سريع طبعا ممكن بحد يحكي ايه فينه اي واحد يسوي فوتوشوب ويعمل هالكلام بس هذا الشخص كان متل عامل انه متل باعت لينك هاللينك بيطلع لك احداث الموقع اللي صارت قبل بوقت انه مثلا فينك تفوت على موقع فيسبوك ترجع لها قبل بسنة شو كان فيه فالمهم انه متل سوى شي معين عطى موقع وهال موقع فعلا يثبت انه كان فيه مدرورفور فور قبل بهذا التاريخ انحطت لدقايق معدودة وانشالت فانه كان حاطت اثبات انه لا انه ليس فوتوشوب تعالوا شوفوا فهذا الاثبات الاول انه كولف جوتي مدرورفور فور وتاني شي التاريخ تبعها يخلينا نوعا ما ناكد التاريخ تبعها كان بنص شهر التسعة اضعا ماضي كان خمسة وعشرين ستة وعشرين تسعة اه هذا تقريبا اقرب كولف جوتي بتجينا بلاكوبس فورجتنا ب10 اكتوبر فلو يتفكروا فيها كولف جوتي دائما بحبوا ينزلوا اخر حزمة قبل باسبوعين اه قبل شهرين او شهر ونص من لعبتهم القادمة فدائما هيك دايما مثلا كلنا بلاكوبس 3 اخر حزمة نزلت باصل شهر التسعة او باسبوعrado باو شهر شهر ажи بالنauge الهuges بعد بعدها انه غيرها في شهرين فدائما يخليوا شهرين بين اخر حزمة وللعبه بالنسبة للبلايستيشن PTS باكيد ير trucر بس تنزل حزمة ثلاث سبيع تنزل بس بالنسبة للبلاي استيجن. بس حالي ينصار اسبوع بين الحزمة والحزمة, فما اكتر راح تأثر على عبين الاكس بوكس. فالمهم لو ميشوف انه اول حزمة لكولو جيوتي بلاك عبس 4. نزلت بوقت جدا بكير اللي هي ماب Dead of the night ومابات الملتبليير نزلت بشهر اثناش نزلت عن عشر اثناش ننسيت شو التاريخ بالضبط ننسيت شو التاريخ ننزلت ببداية شهر اثناش طيب الحين مفروض الحزمة اللي بعدها على حسب حزمات كولوزيتي تنزلنا بشهر اثنين الحزمة التانية الحزمة التالتة بشهر اربعة او يعني بداية خمسة الحزمة اللي بعدها بشهرين اللي هي بشهر سبعة او نصف شهر سبعة وحاليا من المنطق شهرين وستنزل كولوزيتي اللي بعدها شهرين من شهر سبعة شهر تسعة وكولوزيتي حسب التسريب اللي طالع ان الكولوزيتي القادمة رح تنزل نهاية شهر تسعة فبالمنطق اي فعليا هالكلام صحيح هذا اول شيء ثاني شيء هالكلام من زمان من شهر سبعة ستة كان فيه احد شخصيات بتور القصة بكولوزيتي مودر رورفر 2 و 3 فكان كاتب بالبيوتابه على تويتر انه هو شتغل على مودر رورفر 2 و 3 و 4 وها حسابه عليه الصح اللي هو انه فرافايد على تويتر فبعدما نصر ويعملوا فيديوهات على هالكلام من 4-5 شهور على الطول راح عدلها وشال مودر رورفر 4 خلى بس 2 و 3 فهذا التاني شيء اكدنا انه ايه فحليا هذا فويس اكتر باللابة ما راح يوم يفتح البيوتابه ويحكي ايه خلنا ازيد مودر رورفر 4 بدون اي سبب فانه واضح انه اشتغل على مودر رورفر 4 السبب الثالث انه فيه لعبة تايتن فول لعبة تايتن فول اول جهزة الها كان اوعا ما ناجح تاني جهزة الها حسب ما سمعت انه جدا ممتع بس فشل لانه نزل بين كان باتل فيلد 1 و كال فانه نزل بواقت جدا جدا غلط فتايتن فول الناس اللي عملوا الستيديو رسبون اللي يعملها بتايتن فول هم ناس كلهم طلعوا من استيديو انفينيتي وورد على ايام مودر رورفر 2 طلعوا من استيديو وراحوا وعملوا استيديو رسبون وكان مشكلة مع اكتيفيجين مثل ما دفعوا لهم الاكسترا تايم اللي اشتغلوا فعصبوا وطلعوا وعملوا استيديو لحالهم فالمهم بعد فشلان تايتن فول متم شايفين 2 ومبيعاته كان جدا جدا غليلة من شركة اي 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 فحسب ما الخبر طالع انه اغلب الناس اللي بيستيديو رسبون طلعوا ودخلوا ورجعوا لستيديو انفينيتي وورد فليش رجعوا جابوهم لان لما اشتغلوا على غوست وانفينيتي وورفر ما رجعوا جابوهم قالوا هاي عناوين جديدة ما نحتاجهم خلينا نحن نبدع بشي واجابوا العيد فرجعوهم وهدول الناس اللي رجعوهم هم اللي اشتغلوا على مودر وورفر 1 و 2 هم الناس اللي اشتغلوا عليها بالنسبة الي تكرهوني من هالشي بس بالنسبة الي افضل ملتيبلاير مودر وورفر على بلاك كوبس بالنسبة الي معلومة لما نزلت بلاك كوبس 1 انا بلش لعب ملتيبلاير مودر وورفر 2 كانت ادمان طريقة مطبيعية بالنسبة الي فلما نزلت بلاك كوبس 1 دخلت لعبتها جيمين وما تقبلتها ابدا سكرت السيدي ورميتها وظلت العب مودر وورفر 2 مدت اربع شور وساحب على بلاك كوبس 1 بعدين اجيت عبلاك كوبس 1 لعبت الزومبي حبيت الزومبي وبعدين ساحبت على ملتيبلاير كلها بشكل عام وبعدين حبيت ملتيبلاير بلاك كوبس 1 وصلت في اخر شي بس انه بالنسبة الي دائما افضل ملتيبلاير مودر وورفر الصراحة اشوفها ممتع اكثر فالناس اللي اشتغل على مودر وورفر 2 ورجعوا تسريبات كلها طالعة انه الجزء القادم مودر وورفر 4 واخر نوعا ما تلميح ستديو الفينيتي وورد حطوها الصورة على تويتر انه يلمحوا انه يحكوا فيها عاديوا بالعيد الميلاد اللي هو بهالشهر نحنا موجدين فيه حاليا اللي هو شهر الهرسماس فبهالصورة حطونا صورة عادية وفيها جيندي من مودر وورفر 2 اللي هو شخصية غوست بعدين حطونا الكلب من كولف جيتي غوست بعدين حطونا ايلي من انفنت وورفر ويعني بطاقة عادية مثل تعيد بالميلاد ومن هالكلام فلو بتلاحظوا بهالصورة لها صحيح فيه روبوت من انفنت وورفر بس ثيم الصورة بشكل عام والمود تباعها مبين انه مودرن يعني مو شي بالمستقبل اللعبه موفر بس لعطينا الروبوت الباقي كله السيارة وشخصيه هاللي لابس لحية يشبه كابتن برايس وهي كله بتحسى انه الجو الجوها نوعا ما مودرن فأظن عبداللمحوا نوعا ما طيب وطلعت تسريبات تانية انه رحينزل معها مودر وورفر 2 وثري. طبعا هتا تتريبات. صراحة ما ادري من وين مصدرها. بس تفت كلا ناتين يتكلموا عنها انه في شخص سرب على موقع ردد هالشخص. نفسه على ما اظنه هو اللي يسرب بالحزمة الاولى لبلاك بس فور وطلع داد اوف ده نايت والكلام. مو شخص اللي راح من الستوديو وصار يليك لا. شخص تاني فنفسه حكى انه راح يكون راح يكون معها مودر وورفر توري ماستر. فنرجع للمنطق خوينا. انهم لتورفر حطوا معها مودر وورفر ون. لانه شافوا الل الجعبانة وان ما حسوا انها تفشل. فنزلوا معها مودر وورفر ما اظن خطوا معها مودر وورفر تور لانهم حسوها راح تفشل لانه هم حاليا بوقت جدا صعب بدهم شي جدا قوي للمنافسة لانهم حطركم فورتنايت وال Really lots again. شكل عام. يعني مودر وورفر 3 ريماسترد حسب التسريبات اللي طالعة انه الستوري يلي مع مودر وورفر 2 رايح يكون ستوري مودر وورفر 3 ونرجع لخوينا المنطق اشوفه منطقي بشكل خرافي لانه راح نلعب مودر وورفر 4 اللي هي تكملة قصة مودر وورفر الجزء على لعب مودر وورفر وشي طبيعي من الافضل انك تلعب اخر جزء لمودر وورفر مشان لما تلعب جزء الجاي تتبع مع القصة فراح حطولك طول القصة تبع مودر وورفر 3 شوف النهاية تبعه وتبدأ مودر وورفر فورد هو تكملة القصة هاي السبب الاول السبب الثاني القصة تبع مودر وورفر 2 كان فيها نوعا ما مهمات سارت المشاكل بين الناس او سوت يعني فيه لعبة نفسه فيها مهمة محظورة ببعض الدول بالعالم منها المانيا المهمة اللي هي انك تروع على مطار كجنود روسيين ومعكم كلكم خلاطات وتنزلوا رش بكل الابرياء اللي بالمطار ففيها مودر وورفر 2 كانوا يعني نوعا ما مفارقة معاهم جايبين لعيد يحطولك مشينات تتير الجدل فمن الاحسن اليهم بالوقت الحالي الوقت اللي تغير عن زمان على ايام مودر وورفر حاليا الناس صاروا حساسين زيادة ما دليش فأظن ما رح يدروا ينزلوا نفس القصة إلا ما يشيلوا بعض المهمات ولو شالوا هالمهمات فانز اللعبة الأصليين رح يضايقوا فشافهم من الأفضل أنه يشيلوا طول القصة كله ويحطوا طول قصة مودر وورفر 3 وكما أنه طول قصة مودر وورفر 3 فيه أحداث يعني شوي رهيبة مثل سقوط برج إيفل ويحطوا فإنهم أفضل إليهم يعرضوا الأشياء بالإعلان اللي يحمسوا الناس وآخر شيء آخر خبر أنه اللعبة رح تنزل على البلاي ستشن 5 هذا من موقع انفينيتي وورد نفسهم لم أحضروا سيدة مودر وورفر لكنهم أحضروا أن يجبهم إجراء الناس مطورين يكونوا خبرة بالجيل الحالي والجيل القادم طبعاً يمكنك أن يقول للجيل الحالي بلاي ستشن 3 والإكس بوك 3 60 وجيل القادم بلاي ستشن 4 لا، نحن الحالي نحن الجيل الحالي هو بلاي ستشن 4 والإكس بوك 1 والجيل القادم لا أسمعنا أي شيء فالمفروض يكون بلاي ستشن 5 خصيصاً لو تشوفوا أنه حالياً من المنطق سنة جاه ينزل بلاستيشين فايف بلاستيشين فور نزل 2014 فعن سنة جاه رح يكون مرة عليه تقريباً كمس سنين عن نهاية 2016 عن 2020 ست سنين فبين البلايستيشين ثري والفور كان تقريباً ست سنين فمن المنطق سنة جاه ينزل الجيل الجديد هو البلاستيشين فايف او الاكس بوكس الجديد فايم مشان هيك يا عدبين بدهم مطورين للجيل الحالي والقادم لأنه اللعبة رح تنزل على الجيل الحالي هذا هو البلاي ستيشن 5 ونفس الشيء مع لابدتهم غوست غوست نزلت على جيلين فحطوها على البلاي ستيشن 3 والفور وكانت اول كول فيديو تنزل على جيلين فايه هذا مختص الفيديو اتمنى ان اشترككم اتمنى من احيات الفيديو لا تنسوا تمنى الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالكومنت شو ارائكم انا صار لحظة جدا جدا متحمس واتمنى يرجعوا طور الاكستنشن ما نبي زومبي منهم ما نبي زومبي خلو الجزومبي الاصحاب اشتركونا بالطور اشتركونا بالقاعد ابقاد النابل اشتركونا براسة اشتركونا بنا كما تحديث نظر اشتركونا بثانات